بسم الله الرحمن الرحيم ابناء الطلبة استكمالا لموضوع الهيدروليك الهيدروليك او الخواص الهيدروليكية التربلة او شابه ترسري ن desta هناخد part 2 في الخواص اللي هي surface tension المقصود بكلمة surface tension it is a condition where water surface is in a state of tension analogous to a thin flexible membrane Subjected to Tension Due to Surface Molecular Attraction Surface Tension Decreases Somewhat With An Increase In The Temperature يعني ايه ببلدي كده يعني المقصود بكلمة Surface Tension انه هو عبارة عن حالة حالة بالمية ان المية بتتصرف كما لو كانت Flexible Membrane او السائل نفسه بيبقى Flexible Membrane وال Flexible Membrane ده بيبقى متعرض لمين لقوة شد زي ما انت شايف بالشكل ده هي دي المقصود بكلمة Surface Tension عشان نفهمها او نجيب العلاقات بتاعت Surface Tension عايزك تتخيل ان انا عندي بلونة وانا خدت منها الجزء دوت بلونة منفوخة البلونة المنفوخة ديت الممبرين بتاعها عنده قوة شد قوة شد في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده وفي الاتجاه دوت كويس طيب ايه اللي بيخلي البلونة اصلا منفوخة اللي بيخلي البلونة منفوخة ان انت بتضغط من جوه البلونة بمتيجي تنفخها يعني بضغط الضغط دوت بيبقى اكبر من الضغط اللي برا بيبقى اكبر من الضغط اللي ايه اللي برا فنتيجة ان انت فرق الضغط ما بين جوه البلونة وبره البلونة بيبتدي البلونة منها تتنفخ والنفخ بتاع البلونة ده بيعمل ايه بيعمل شد في الممبرين بتاع البلونة نفسها فلو انت عندك البلونة ديت النص قطر دوت R1 والنص قطر ده R2 بالشكل انت شايفه وفيه هنا خط جزء صغير قوي كويس على زاوية هنا اسمها دلتا سيتا واحد والنحية التانية دلتا سيتا 2 طبعا اكبرني دي صغيرة جدا فانا ممكن اقول ان الطول بتاع الكيرف الصغير ده عبارة عن R1 في دلتا سيتا ونفس الكلام الناحية التانية R2 في دلتا سيتا دكو عشان اجيب بس الطول ده وهنا عشان اجيب الطول ده بتجيب الطول دوت ليه عشان اجيب القوة بتاعت الشد قوة الشد هنا بتساوي ايه T في مين؟ في R1 في دلتا مين؟ ثيتا واحد اللي بتساوي الناحية التانية والشد الناحية التانية عبارة عن T في مين؟ في R2 دلتا سيتا 2 اللي هو T في R2 دلتا سيتا 2 بس خلي بالك الشد ده ناتج نتيجة ايه؟ اه نتيجة ان فيه بريشر او معلش بريشر غلط بمعنى ان انت لو عملت درق بريشر من جوة البلونة بيساوي بريشر من بره البلونة مش هيحصل اي تنشن او البلونة مش هتتنفخ لكن كون ان فيه فرق كلمة دلتا بي يعني فرق في الضغط ما بين داخل البلونة وخارج البلونة دلتا بي في مين؟ R1 دي دلتا بي عايز اجيبها كفرص فالفرص عبارة عن ايه؟ دلتا بي اللي هو البريشر مضروب في مين؟ مضروب في المساحة دي المساحة دي اللي انت لسه جيبها R1 في دلتا سيتا فR2 في دلتا مين؟ سيتا طيب يعني في الآخر خلي بالك من حاجة مهمة جدا ان انت عندك فيه الضغط ده او فرق الضغط ده هو المسبب للشد في مين؟ في الممبرين نفسه او في البلونة نفسها طيب لو عملت بقى اتزان هقول له والله دلتا بي في ده ممكن ابتدي احلل بقى التي ديت لقوة جاية كده وقوة جاية كده وقوة جاية كده وقوة جاية كده بقوة الثانية دي طبعا هتطعير ديت عشان بيصاوي بعض فيبقى عندي القوة اللي تحت دلتا مين؟ آر واحد دلتا سيتا تو ‫ الإعنى دلتا سيتا تو ده اللي هي القوة اللي طلعه الفوق دي قوة خلاص حولت البرشار لقوة بيسوي ايه اتنين اتنين وليست واحدة اتنين ايه اتنين تي في دلتا سيتا اتنين ار مين اتنين ساين دلتا سيتا ما انت بتحللها لو انت خدت كده من هنا هتلاقي ان الزاوية اللي هتحللها عندها دلتا سيتا اه وان على اتنين ونفس الكلام من القوة التانية اتنين تي في دلتا سيتا 1R1Sin ΔC2 على 2 طيب طيب سيتا دي احنا قولنا ان هي صغيرة جدا فممكن اقول ان سين ΔC2 هي هيها مين؟ ΔC2 دلتا سيتا 2 طيب ما تم دلتا سيتا ودلتا سيتا تم اهو دلتا سيتا تطير مع دلتا سيتا ودلتا سيتا تطير مع دلتا سيتا واضح؟ ويتبقى الفضل عندي مين بقى R1 في R2 في 2 عشان هنا عندي 2 هنا هو تودتها النحية التانية بقت 2 في دلتا بي بتساوي مين؟ TR2 زائد TR2 يعني ممكن اقول ان دلتا بي بتساوي T في 1 على R1 زائد 1 على R2 وده المنطق يقولت لك مش هيحصل اي شد في الممبرين الا لما يبقى فيه فرق في الايه؟ في الضغط بيساوي 1 على R1 زائد 1 على R2 بس الكلام ده امتى؟ لما تبقى الارات مش متساوية لكن لو انا عندي بقى كورة او spherical shape يعني حاجة شكلها قروي بالظبط يعني R1 بيساوي R مين؟ 2 ممكن اقول ان دلتا بي بتساوي ايه بقى في الاخر؟ 2T على R يعني ممكن لو عاجبها بالD يبقى ممكن اقول ان دلتا بي بيساوي 4T على مين؟ على D واضح؟ طيب كلام ده اوات ماشي في الممبرين نفس الكلام بيحصل في المية المية انه بيحصل لها مين؟ surface tension بالشكل ده ليه؟ فرق ضغط ما بين هنا وبين مين؟ هنا فرق الضغط ده هو ده اللي بيخلي المية ملها تتشد بالشكل دوت او بالقوة اللي احنا عارفينها ده التي بالنسبة للمية محفوظة رقمها كام؟ عبارة عن 75 باين على مين؟ على السنتي ده حمله موزع يعني لو عايزة حولها تبقى 75 فعشة وصناس 8 كيلو نيوتن على مين؟ على السنتي يبقى لو عايزة اقول دلتا بي دلتا بي بتساوي مين؟ 2T على R 2T على R احنا عارفينها اللي هي عبارة عن 4T على D يعني بتساوي مين؟ بتساوي 4 التي ليا 75 متنية على D يعني ممكن اقول انه بيساوي 300 فعشة وصناس 8 دي بس بكيلو نيوتن على السنتي متر المربع لكن ممكن اقول في الآخر ان الضغط اللي بيعمل السيرفيس تينشن بالنسبة ده خلي بالك كل ده خاص بالمين؟ بالووتر فقط ليه؟ عشان انت عوضت عن التي فدلتا بيه اللي هي كيلو نيوتن على المتر المربع بتساوي 0.03 على D بالسنتي اقدر اطلع الضغط اللي بيسبب السيرفيس تينشن لمين؟ للمية شكرا شكرا شكرا